ما أن تصحف فرنسا من صدمة إرهابية حتى تأتي أخرى فهذه المرة استهدف الإرهاب كنيسة سانتتين دوريفري في محافظة روان شمال غربي فرنسا حيث قام مسلحان بالدخول للكنيسة من الباب الخلفي وقت الصلاة وقام باحتجاز المصلين الخمسة وقتل كهد الكنيسة ويدعجا كامل بالسكين طعنا في رقابته وصدره ليسقط قتيلا قبل أن تتمكن الشرطة من قتلهما عندما حاول الخروج من الكنيسة مسلحين بسكينين يجب أن نحرص على إيقاف هذه الجرائم ولنكن موحدين وتقول إحدى الراهبات الناجيات أن منفذ الهجوم هتف بكلمة داعش أثناء دخولهم الكنيسة وأحدهما يحمل حقيبة يتدلى منها سلط وكأنه ساعة لتوقيت التفجير والتضحى فيما بعد بأنها قنبلة مزيفة عادل كرميش أحد المهاجمين اتضح بأنه معروف لدى مكافحة الإرهاب في فرنسا وحاول الالتحاق بداعش في سوريا ولكن السلطات التركية أعادته إلى فرنسا وتم سجنه وأفرج عنه ووضعت في ساقه أسورة إلكترونية لغرض مراقبته نحن نواجه محنة أخرى لأن التهديد هائل ولا يزال مستمرا بعد كل ما عشناه نحن نواجه تنظيم داعش الذي أعلن الحرب ضدنا وسنواجه هذه الحرب بكل الوسائل سكان المدينة الهادئة في منطقة النورماندي وصفوا الهجوم بالغريب لا سيما وأن الأرض التي بني عليها جامع المدينة هو هدية من كنيسة سانتتين التي تعرضت لإرهاب داعش كأنني في حلو لا أصدق ما جرى هذه مدينة معروفة بهدوئها وبطيبة كاهنها الذي قتلوه ظلما بدأت أخاف على أولادي كيف سأصطحبهم إلى الشارع شيء مرعب هذا الإرهاب يجب أن يتوقف الشرطة الفرنسية قامت بتفتيش بيوت منفذي جريمة الإرهابية ويتحقق بما جلبته من أدلة ضد الشابين وتساءلت كيف لم تستطع مكافحة الإرهاب من متابعة أحد المنفذين وهو مربوط ألكترونيا في غرفة العمليات الأمنية الفرنسية ما كانت تتخوف منه سلطات الأمنية الفرنسية من استهداف المراكز الدينية من قبل إرهاب داعش قد حصل ومخاوف من أن تستغل من قبل اليمين المتطرف لتطال مراكز دينية إسلامية انتقاما لكانيسة سنتتين ديودري سعد المسعودي روان شمال غربي فرنسا شكرا شكرا